من امتع ما يمكن ان انا شوف العجل اللي هو بيتعلق كده وبيتسلخ قدامي بصي انا بحب جدا على فكرة موضوع تقطيع اللحوم والسلح وكده فكانت فرصة حلوة قوي افراجكم النهاردة على شوية حاجات اساسية كده يعني هناخد خبرة من الجزار ازاي بيقطع وازاي بيسلخ بجد طريقة وحفة ما شاء الله الجزار طبعا لو شاطر الموضوع بيخدش منه وقت كتير بصي اول حاجة طبعا بعد الدبح طبعا يا جماعة مفيش عرف من الكلام ده ده حلال طي مبارك وربنا زي ما اتفقنا امرنا به الناس اللي كتبتلي في الفيديو لقبل كده ان طريقة الدبح غير شرعية انا عايز اعرف انت جبت الكلام ده منين ازاي غير شرعية يعني ازاي احنا دبحين على الطريق الاسلامية انت لو بتتكلم على قصة ان الحبل محدود في البوابة طيب احنا لو رخنا الحبل شوية العجل ده هيرفص وهيدخل لنا جوة وهيبهدلنا كلنا هو بس اول ما ابتدى الدم يتصف منه خلاص رايح الحبل ودمغه رتاحت ما فيش اي مشكلة لكن ما ينفعش كده تقولي بالاجمال ان الدبح غير شرعي ازاي الكلام ده احنا مسميين واسم الله عليه ودبحين بطريقة شرعية والجزار طبعا بيتبح بطريقة شرعية يلا بقى هنا السلخ والسلخ اللي بيقولوا عليه سلخ ايطالي واول حاجة اصلا الجزار عملها قبل ما يسلخ انه هو قطع الكوارع بقى اللي هي الرجولي الامامية ودلوقتي هيقطع الخلفية جاب بقى الجنش وابتدى بالجنزير عشان هنعلقه طبعا ما شاء الله انا كنت مستغراب عمال اقول هيرفعوه ازاي هيرفعوه ازاي فطبعا ما كانت الرافع اللهم بارك رفعته لان الوزن تقيل قالوا خلاص احنا هنقطع ايه الكتاف وهنحطها لوحدها الاول بصوا الكتاف دي بقى اللي احنا هنعملها غدا اللهم بارك كانت تحفة ولحمة زي العسل وهوريكو كمان ان شاء الله الفيديو الجاي العظمة بتاعت السحر وازاي احنا انكسرناها اي حد صاحب اضحية لازم يكسر حتة العظمة دي بص ده الكتف الاولاني كده تخلع وابتدى يسحب فالموضوع خف شوية بشوية عدلوا بقى كده الكتف التاني وهيبتدوا كمان يقطعوا الكتف التاني طبعا كنا خايفين جدا للمصورة تكون ضعيفة بس الحمد لله استحملت وشالت الوزن اللهم بارك بصي بقى الطريقة بيجيبوا مكانة سحب كده دي اساسية مع كل جزار خلاص كده اعتبرت سلخ من قدام والبطن كلها تسلخت هنا بقى بيقطعوا الكتف التاني بص طبعا انتم عارفين الدم اللي بينزله كده فلازم يرفعوه عشان اللحم طبعا ما يختلطش ايه بالدم اللي نازل من رأي بصي هو الدم اللي نازل ده ملاحظة لسه بينزل من عروق الرأبة بص كده عمالي نقط من العروق هنا بقى الكتاف حطوا كله كده في صنية ويلا بقى تعالى كده نشوف من جوه يعني اللهم بارك سبحان الله يعني وله في خلقه شؤون سبحان المبدع تبارك الله طبعا حاجة وحفة بصي اول ما بيفتح على طول البطن والامعاء ووادي الطرب اهو بس ده طبعا طرب يعني مش داني لا طرب بتخيد ودي الراس بقى هوريك في الاخر هيسلوخها ازاي وخلاص شالوا الجلدة ابتدى بقى يقطع كده الفخدة لا الموضوع فعلا صعب وخاصة بقى هتشوفي دلوقتي وهو بيقسمه النصين يعني لا بالسطور فضل يرزع فيه يعني انفصل بالعافية يعني عايز قوة وصحة ما شاء الله لا شاء الله صعبة جدا بصي بقى الطرب ده هيسلوه بس طبعا الطرب انتو عارفين بتاع العجول بيبقى تخين كده فده احسن ان هو يتقطع يتسايح لكن ماينفعش خالص طرب الكفتة بصي عشان يطلع اصلا من جوه الاحشاء لا هو عمالي يبزل مجهود جبار بصي بصي عمالي شد ازاي ده بقى المنبارة هو خارج وعلى طول على فكرة اول ما فتح البطن راحوا ماسك المرارة ساحبها كده في ثواني دي اول حاجة مفروض تتعمل بصي بقى المعدة كلها نزلت ده الطرب بقى كده ركنوا على الجنب عشان مايتوسخش بس هم قطعوه ووزعوه على كاس اللحمة دي بقى المعدة والكرشة هلوها بقى كده وبصي هيبتدوا يشافوها وهوريك هو عمل فيها اي دلوقتي بالنسبة بقى للمنبار ابتدى بالسكينة كده يبعد الدهنة ويسحب المنبار السحبة دي بصي يعني ما شاء الله ده اسهل حاجة في الموضوع على طول اتسحب وهينزل منه كل الفضلات بصي سحبة كده بسيطة هتلاقيه بينزل بقى والسكينة طبعا حامية اخر حاجة بصي بقى الجزء اللي ورا ده هو الجزء التخين من المنبار بصي هنا بقى بالخرطوم الصراحة هنزله انا بقيت اقول لهم لأ هاتوا شوال فضوا المعدة فيه قالوا لا لا ده الميه هتناعمل رواص الداخلي بتاع الكرشة وكله هينزل في البلع الجزء ده بقى خالوا عمال يقوله ايه ده قالوا لا ده الناس بترميها ملهاش اي لازمة بالخرطوم كده كان عمال يسلك فيه ما بيسلكش فقالوا لا ده يترمي ما بتعملش حاجة بس كان جزء كبير قوي كده ملأ معي الغليظة زي ما بقولك كده ناس بترميها ناس بتحطها تقطعها في حلويات مثلا بصي بقى بالسطور الجزء ده كان اصعب جزء يعني برضو هو بيخلي الكتاف اللا ما كانش صعب زي الجزء ده هو بيقطع كده في سلسلة الظهر وهنا بقى كانت الكبدة اهيه ما شاء الله يعني حجمها اللهم بارك بألف هنوشفل اللي هيا كلها خطيرة بصي حجمها ما شاء الله وهنا بقى بصي كانوا عمالين يتبادلوا ده شوية وده شوية موضوع الفصل الجزءين ده صعب قوي يعني انا مجرية الفيديو فما يبانش انه صعب لكن هو فعلا خد منهم مجهود جامد بصي هيبتدوا يقسموه بقى طبعا انتوا عارفين الدرب في العظم ده صعب قوي وهنا بقى الفيشة خلاص كده بانت وهيطلعوها وبعت طبعا عن الفيشة عشان ايه ما يجيش الساتور ناحية ايه الفيشة او حاجة سبحان الله بصي هلازقات زي في القفص الصدري وده الريش بانت وايه احلى ريش على الفحم ان شاء الله بقى الفهنة وشيفة بصي بقى يبتدي يفصل الجزء الاخير ده الجزء بتاع الرقبة اهو اهو ده اخر جزء تعالي بقى كده اوريكي الراس ادي الراسة هي كمان هيبتدي فيه سلخها وسبتهم انا بقى في المرحلة دي يكملوا بقية التقطيع وطلعت فوق بقى عشان نعمل احلى غدا لاحلى عيلة كل سنة وانتو طيبين وبخير حبيب قلبي اشتركوا في القناة